وإحنا بنتكلم عن المشكلات الزوجية بنتكلم في مناطق شديدة الحساسية والنهاردة بنتكلم عن مشكلة بتواجه بعض البيوت ولازم محتاجة مشارة جراح ومحتاجة أن يتحط على الترابيز عشان نتكلم عليه بتزيد المشكلة دي حدتها عند الزوجات أكتر من الأزواج وبالأخص في العصر اللي إحنا فيه ده العصر اللي أنا بحب أسميه عصر الصورة فأصبحنا بنيهتم بشكل كبير بالصورة والمظهر على حساب المعدن والأصل فالمهم أني أقول أنا ساكن في المنطقة الفلانية وفي الكونباوند الفلاني وبشتغل في المكان الفلاني ويمكن أقول بالراتب الفلاني ويمكن أقول بالاختصاصات الفلانية وبخرج وبتفسح في المكان الفلاني ويا سلام لو أنا تصورت صورة تقول أنا بتفسح فين وأولادي في مدارس كذا وكأن كلنا لازم نعيش في طابقة اجتماعية واحدة عشان يتقال علينا أن احنا ناس كويسين ونبقى مقبولين المجتمعين احنا لازم نعترف أنه بيبقى هدف كتير من الناس لما يحسنوا مستوىهم الاجتماعي كتير من الحاجات اللي أنا قلتها دي وللأسف المشكلة دي لو دخلت البيت الواحد ممكن تفسده وتهد العلاقة الزوجية زي الحالة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة دي وهي مشكلة في الحقيقة هيبدو عند صياغتها وذكرها أنها بتختص في بعض البيوت بس في أوقات كتيرة بتبقى في بيوت كتيرة المشكلة دي أن النهاردة عن التكلم عليها بنسمعها من بعض الزوجات وبيعبروا عنها بجمل زي أنا بقيت بس تعر من جوزي أو جوزي مش مالي عناي أو جوزي ما بقاش لايق اللي هو قال لي مني طب ليه بنقول المشكلة دي لأن المشكلة دي موجودة أكتر عند الزوج ليه بنقول إن هي المشكلة دي بتكون أكتر عند الزوجات لأن طبيعة الزوجة إن هي بتحب يكون زوجها زيها أو أفضل منها وخاصة في المستوى المادي أو العلمي أو الاجتماعي عشان تحس باحتواءه إن هو بيحتويها وبيكون لها سند وبيكون هو الطرف الأقوى القائم على شؤونها وشؤون الأسرة فتشعر هي بالأمان وعدم التهديد وفي نفس الوقت هو الزوج نفسه بيسعد لأنه بيسمح ده الوضع ده والحالة دي بتسمح له إنه ياخد وضعية الزوج للبطل في عيون زوجته فلو حصل العكس بقى بتشعر الزوجة بضقالة زوجة للأسر وبالتالي بيتراجع شعورها بالأمان في العلاقة دي وإحنا عندنا قصة في السنة بيحصل كده قصة لازم نراجع كده بيحصل ده قد إيه كم مرة في السنة كم مرة بتقولي الكلام ده وإحنا لما نرجع للسنة المطهرة هنلاقي حاجة مهمة أو هنلاقي قصة مهمة بتفيدنا في هذا السياق هي قصة بريرة ومغيس وبيحكي سيدنا عبد الله بن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيس كأني أنظر إليه سيدنا عبد الله بن عباس بيحكي عن مغيس كأني أنظر إليه إلى مغيس يطوف خلفها خلف بريرة يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيس بريرة ومن بغض بريرة مغيسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة حضرت النبي بقى شوف رقة جمال وحلاوت حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جمال أخلاقه فقال لبريرة لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أنا أشفع يا سلام على حضرت النبي حضرت النبي بيتشفع لمغيس اللي بيحب بريرة قالت لا حاجة لي فيه ولأنه كان عبد والسيدة بريرة نالت حريتها وساعدتها السيدة عائشة عشان عندها قصة مشهورة اللي ورد فيها حديث كل شرط ليس فيه كتاب الله فهو رد السيدة عائشة ساعدتها إنها تدفع المال عشان تعتق فحست إن شريك حياتها ما بقاش مناسب لها في بعض الحالات بتتجوز الفتاة من شخص زيها في نفس مستوى الاجتماعي نفس مستوى الاجتماعي ونفس مستوى التعليم ممكن يكون في نفس مستوى أو في مستوى أقل منها وهي مش مدركة لاختلاف ده أو شايفة إنه مش هيعمل مشكلة لكن بتظهر مشكلة لما هي تتطور أكتر ويفضل الزوج في نفس مكان ساعتها بتبتدي تحس باتساع الفجوة الزوجية بينها وبينه فمثلاً هو من نفس مستوى الاجتماعي لكن الزوجة كملت تعليمها لمستوى أعلى وخدت الماجستير والدكتوراه وبدأت تشتغل في مكان مرموق وبقت مترشحها المناصب وبقت بتاخد مرتب مناسب والزوج أفضل والزوج ما بقاش أفضل منها وفضل في نفس المهنة بتاعته المهنة البسيطة بتبتدي الزوجة تحس إنه هي بقت في مستوى اكتماعي أعلى وبتعيش في مستوى مختلف بتقابل ناس مختلفة بتحس بشكل مختلف بتشم رواح مختلفة بتأكل أكل مختلف بتقعد في أماكن مختلفة وإن زوجها بقى شخص بعيد عنها وما زال حبيس نفس مستواه القديم فالزوجة بتشهر إنه مدفونة معاه في علاقة فشلة ترجمة نانسي قنقر